موسيقى السلام عليكم كديري لبس عليكم تمنى تكونوا بخير ولا خير وبسيحة جيدة عوش لكم مبركة ان شاء الله الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم ديال رمضان بصحة وسلماء والعافية وارفع علينا هذا الوباء الفيديو ديال اليوم ان شاء الله قررت نشارك معكم بطريقة ديال صفوف او لسلو كما يقول له كل واحد بطريقة ديالي فانا وجدت قاع المقادر يعني مغسولين محمرين طحونين باش من طوش عليكم كما كتشوفو هنا عندي جوش كيلو ونصف ديال زجلان هذا طحنته بعد ما تحمر وهذا خليتو صعين يعني كنرميه في الاخير بنسبة للنفاع فاندي هنا خمسة المعالق ديال نفاع عندي هنا اربعات المعالق ديال القرفة مطحونة حتى هي تكون عوادو تتحن جديدة انا انا قدر تسكيلو ديال الكوكا وبالقشور ديالو محمر ومطحون وتحنت معاه واحد القوزة والمسكا عندي نسكيلو ديال ايلان نسكيلو ديالصوجة يعني اختياري انا كان بغي نديرهم عندي كيلو ونص ديال اللوز خليت فيه شوية صاين وشوية مفرشش وعندي جوج معالق ديال احبت حلاوة يعني ما كان ديرهاش بتسافع شو هي كتمرر صفوف وبنسبة للطحين فانا عندي جوج كيلو ديال الطحين على حسب جلجان على حسب الطحين اللي كان دير هنا هو مخلط كيلو ديال فورس وكيلو ديال القمح يعني القمح يعني القمح حبوب كيتحمرو وكيتحمرو في المتحانة كي يجوزين كي يعطيوه ديك الزميطة ديال ديال السميتو انا كان ناخد طحين انا اختيت هنا بانيو كبير غادي نخلط الصوجة يعني غا نحاول نخلط ديك نواشي في كاملة مع بعضياتها كل شي غادي يدخل في بعضياته وقد دير هنا نسكيلو ديال كي ما كتليكم كيني الناس اللي ما كيزعموش على إيلان والصوجة ولكن انا كيعجبوني في صفوف يعني هما سميتهم تقاوت يعني باش ما قدرت فيهم مكونات لي كتقوز وكتقاعد لقلب شوية عرشو مع الصية فكيكون احسن كي ما كتليكم عندي جوج كيلو ونص ديال جوج كيلو يعني جوج كيلو كامل هات حمرات وطحنات صارحة كل عام وكندير طريقة ديال السفوف ما هذا هو الاساسي اللي دايما كنديروه من عند الوليدة الله يحفظها لنا دايما كنديرو كما كانت عارفو تأدابة وكيدروا داك المعجن يعني كتحني كل شي في الماكينة ديال السنقة كي يخرج كل شي مزيد فهد العام السوق ساد لما كنت سادين يعني اضطر لس ان ينطحن في الدار كما كانت شوفو هنا فانا كما كانت لكم جوج معالقة ديال حبة حلاوة وربعات المعالقة ديال النافا وربعات المعالقة ديال النافا وربعات المعالقة كلها خمسة وقموية من نفع باش مادرتوه لا يخسر عليكم وانا عندي هنا سكر غلاسي من بعد ما غربلته سكر غلاسي يعني تقدروا تأخذوا نوعية جيدة حسن من ديال العبار ودروري صغر بلولي انك يبقى في كي يكون في دوك الكويراس كي يكون صعيب انا درس هنا نس كيلو من بعد غادي ندق شوية بشوية وغادي نشوف ديك ساعة على حسب الحلاوة كل واحد كي يبغي كي يبغي يحلو بزاف كي يبغي يحلو غير شوية من سما النسلي كاتبغي العسل فاسقدر تدير العسل وهو الطريقة ديال السفوف يعني كما كي يقول لكم من تنجل كويرا كي يبغي يحلو المقادر واحدين يعني هاج الجلان هالكوكو هاللوز هالنفع ولكن سبحان الله العديم كل واحد ويديه كل واحد كي يجي القوام ديالو على حسب كي اللي كيتحن في مرة كيني لكل شي كي اللي غي يفرشو كي اللي كي يستغنع على بزاف لدي الحواج القرفة زيد 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 انا كوكو كيميكت لكم راه درت فيه درت فيه القوزة وطحنت معها المسكة الحرية يعني راه طحنتهم مسبقا باش حنتهم مع شي قصحين كي بغوش يطحنوا هنا يا رابنتي الصغيرة كتعاوني حتي ايا كتخوي لي الزيت عندي اطرو ديال الزيت هادي راه مرش لبيضو يعني كتخوي لي ايا كنقول لاخوي كما كتعرفوا راه صفوف كي يبغي يدليك يعني كي يبغي الكتاف نيتم زيان تقريبا هادك نصف اطرو ديال الزيت غادي نبقى نخدموه شوية بشوية مهمتي يدخل لي فسميتو ما عديش نجيون اخوي كيمية ديال الزيت في مره كما كتعرفو حنت حين ديال لقيم حركي شرب ماشي بحال فورس الفورس كي يبغي غي شوية هنا كما كتشوفو رابدك تقدر تقدر دخل لي ديال الزيت وكندلكو غير بشوية بشوية دفتقاع المكونات وخليت الكوكو واللوز وديك الجلجلان اللي بقى حبوب هاك تكساين ما تحنتوش ويمكن بقى وكنستمرو في دليك من بعد غدين ناخد الكوكو ديالي اللي فيه القوزة والمسكا وغدين ديرو انا كوكو ورهم ما كان قليش كنديرو كامل كنديرو كامل يعني كنحمرو هاكدك بالقشور ديالو وكنتحنو كيعدة واحد المادا قزوين ما كيعجبنيش هادك كتفركيه وعاد كتقليه وكنتحنو كيعدة كاركو زيت وقلينا اللوز كافي لا تحضر وعلي حساب يعني هاد الكيميا كوميها مزيان هذا المقادر كنزيدنا هاد جلجلان كنزيدو في الوسط و اضيف الوز في الصباح و اضيفه نبدأ الغازة نغطيه قليلا نغطيه قليلا نغطيه قليلا ايوه عاكم ما كنتشوفوا هدا وشكل نهائيدي السفوف ديالنا بريتو تقرصوه تديرو لي بحال هكدا وتقطعوه مرطوات بريتو تخليو غير هكدا مهم لكم الاختيار كنتمنى يعجبكم السفوف ديالي الى عجبكم ما تبخلوش عليا لي لايك ولي كومنتر ولي اول مرة كيشوف القناة ديالي يشترك فيها ومحبابيكم رمضان مبارك سعيد دخل عنا وعليكم بصحة والسلامة والعافية